كيف يتغير الضغط عندما يميل الولد وتلامس رجلان فقط من أرجل الكرسي وليس ثلاث أرجل الأرض طبعا القانون لن يتغير الضغط هو بي تساوي F على A ولكن الذي سيتغير هي المساحة التي ستتغير بدل ما يكون عندي ثلاث أرجل سيكون عندي رجلين لاحظ أن مساحة ثلاث أرجل 19.3 هذه مساحة ثلاث أرجل نستطيع إيجاد مساحة رجل وحدة ثم نضرب هذه المساحة في اثنين لإيجاد مساحة الرجلين وسنحصل على مساحة الرجلين إذن لإيجاد الضغط في الخطوة الأولى نكتب القانون القوة F على المساحة لكن المساحة 12.9 من وين حصلنا عليها؟ 12.9 حصلنا عليها هي مساحة فقط رجلين مساحة رجلين فقط شلون نوصل إلى مساحة الرجلين عن طريق قسمة اللهوة A تساوي 19.3 مساحة ثلاث أرجل أقدر أطلع مساحة الرجل الواحدة وضربها في اثنين ووصل إلى الجواب اللهوة 12.9 إذن نطبق القانون ونوصل إلى الحل إذن هذا سؤال تطبيق على الضغط أما الآن فننتقل إلى قوانين الغازات والمعادلات المهمة في هذه القوانين القانون الأول هو قانون بويل ويربط بين حجم الغاز V مع الضغط حيث ينص على أن حجم الغاز يتناسب أكسياً مع الضغط كلما زاد الضغط يقل حجم الغاز مع ثبوت درجة الحرارة قانون الثاني وهو قانون شارل يربط بين حجم الغاز ودرجة الحرارة حيث كلما زادت درجة الحرارة يزداد حجم الغاز ويتمدد إذن هناك علاقة طردية ينص القانون على أن حجم عينة محددة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط إذن هناك ملاحظة مهمة أنه عندما تنخفض درجة الحرارة أيضاً سيقل الحجم هناك نقطة مهمة بالنسبة إلى قانون شارل حيث نص القانون على أن هناك علاقة طردية بين الضغط وبين درجة الحرارة وحجم الغاز إذن كلما انخفضت درجة الحرارة سينخفض الحجم ولكن عند وصول درجة الحرارة إلى سالب 273 فإن حجم الغاز سيصبح صفر وسميت هذه الدرجة بالصفر المطلق أيضاً تم دمج قانون بويل وقانون شارل ووصل إلى القانون العام للغازات الذي يدمج بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة حيث ينسأل على أن حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه مقسوم على درجة الحرارة بوحدة الكيلفن سيساوي قيمة ثابتة وهذا هو القانون العام للغازات وسنطبق عليه بعد هذه الشريحة مباشرة مجموعة من الأسئلة لذلك عزيز الطالب عليك بالاستعداد لحل المسائل التي سنطبقها على قانون العام للغازات القانون الآخر أيضاً الذي سنطبق عليه مسائل وهو قانون الغاز المثالي الذي ينص على أن الضغط مضروب في الحجم يساوي عدد الجزيئات أو المولات مضروبة في ثابت ومضروبة في درجة حرارة الجسم بالغاز اللي هو بالكلفن إذن هذين القانونين سنطبق عليهم مسائل إن شاء الله بعد قليل طبعاً ثابت آر مقدارة 8.31 باسكال في متر تكعيب على مول في كل بل لنبدأ في حل المسائل إذن سنبدأ عزيز الطالب في حل السؤال ولكن في البداية لديك ثلاثين ثانية لمحاولة الإجابة على السؤال من خلال وضع القانون والتعويض الصحيح ترجمة نانسي قنقر إذن الخطوة الأولى كما تعودنا أنه يجب استخراج المعطيات من السؤال نلاحظ أن المعطى الأول وهو الحجم 20 لتر V1 ودرجة حرارة هذه العينة من الغاز تساوي 273 عند ضغط جوي يساوي 101 كيلو باسكال إذن هذه المعطيات الثلاث اللي موجودة عندي إذن انخفضت درجة حرارة العينة حتى وصلت T2 120 كيلو وازداد الضغط إلى 145 كيلو باسكال إذن أصبح الضغط 145 احسب الحجم الجديد لعينة غاز الأرغون V2 تساوي كم إذن دائماً أول خطوة نستخرج المعطيات من السؤال لأن استخراج المعطيات سيسهل حل المسألة إذن الخطوة الأولى نستخدم القانون العام للقازات B1 V1 على T1 تساوي B2 في V2 على T2 الخطوة الثانية هي التعويض في القانون عن المعطيات ثم استخراج الناتج والإجابة يجب أن تكون 6.1 لتر طبعاً يمكن بعض الطلاب يسأل لماذا لم يتم تحويل الكيلو باسكال موجود عندي بالكيلو وإحنا يجب أن نستخدم الوحدات الأساسية لأن لو ضربنا اللهوة 101 في 10.3 للتحويل أيضاً سنضرب 145 في 10.3 لذلك لن يؤثر على الحل إذن هذا القسم الأول إيجاد حجم الغاز بعد تغير الضغط أو تغير درجة الحرارة سينتج حجم جديد للغاز أيضاً نواصل على الحل السؤال أحسب عدد المولات أحسب N N تساوي كم طبعاً أدد المولات موجود في قانون الغاز المثالي شنو القانون اللي مر علينا بي في تساوي NRT المجهول هو N طبعاً الحجم موجود عندنا هو 101.3 كيلو باسكال لازم نضرب فيه 10.3 للتحويل أيضاً T1 موجود عندنا 273 كيلفن وأخيراً والنقطة المهمة أن في قانون الغاز المثالي يجب أن يكون الحجم بوحدة المتر المكعب لذلك يجب التحويل من لتر إلى متر مكعب كيف نحول من لتر إلى متر مكعب يجب أن نقسم على 10 أس ثلاثة إذن لدينا عزيز الطالب الحجم اللي موجود عندنا اللي هو 20 لتر يجب أن تقسم على 10 أس ثلاثة فنحصل على الحجم الجديد اللي هو 0.02 متر مكعب إذن في البداية قبل أن أحل المسألة لازم أتأكد أن الضغط بالباسكال والحجم بالمتر المكعب وأوجد الإجابة من خلال التعويض إذن دعونا نعوض في السؤال ونصل إلى الحل إذن بالتعويض في السؤال البي موجود عندنا 101 ولكن ضربنا في 10 أس ثلاثة للتحويل من كيلو باسكال إلى باسكال 2 استخدمنا الحجم بعد أن قسمنا 20 على 10 أس ثلاثة وثابت R ضربنا في درجة الحرارة الآن نحول الضرب إلى قسمة ونوصل إلى عدد المولات في عينة الغاز سنتكلم الآن عن التمدد الحراري التمدد الحراري يمكن أن نفهمه من خلال أنه عندما تزداد درجة الحرارة المؤثرة على المواد السائلة أو الغازية أو المواد الصلبة فإن الجزيئات ستزداد حركتها ستزداد طاقتها الحركية لذلك بعد زيادة طاقتها الحركية ستصبح المسافة بين هذه الجزيئات أكبر لذلك ستتمدد وستكون الكثافة أقل وهذه الخاصية تسمى التمدد الحراري إذن كلما ارتفعت درجة الحرارة تسخن المادة وبذلك تصبح أقل كثافة وتتمدد لتملأ حيز أكبر من الفراغ لاحظ معي هذه الصورة نلاحظ أن الجليد في الأعلى والماء في الأسفل هذا يجعلنا نسأل سؤال مهم لماذا يطفو الجليد على الماء مع أن الجليد أكثر كثافة من الماء لكن لوحظ أن الماء يتقلص عند درجة حرارة من صفر إلى أربعة بدلا من التمدد بسبب تزايد قوة ترابط بين الجزيئات وعندما يتقلص تصبح الكثافة أكبر للماء وبذلك يطفو الجليد فوق الماء وننتقل إلى جزء آخر من الدرس وهو يتعلق أيضا بأنواع وحالات المادة الجزء الثاني هو البلازمة البلازمة هي حالة أخرى من حالات المادة وهي حالة شبيهة بالحالة الغازية للإلكترونات حيث عند زيادة درجة الحرارة وتسخين الغاز إلى درجة حرارة كبيرة ستصبح التصادمات بشكل أكبر وتزداد الطاقة الحركية وبذلك يمكن أن تنتزع الإلكترونات بسبب هذه التصادمات ويؤدي ذلك إلى إنتاج آيونات موجبة جديدة وفي هذه الحالة سنحصل على البلازمة إذن البلازمة حالة أخرى من حالات المادة نحصل عليها عند تسخين المادة الغازية بشكل كبير هل هناك تطبيقات للبلازمة نعم هناك أمثلة من على المواد في حالة البلازمة لدينا أربع أمثلة مهمة الحالة الأولى أو المثال الأول هي الصواعق المضيئة اثنين إشارات النيون ثلاثة المصابيح الكهربائية المتوهجة وأخيرا مصابيح غاز الصوديوم أتمنى لكم أعزاء الطلاب أن تستفيدوا من الدرس ويمكنكم تقييم أنفسكم بمسح رمز الاستجابة لـ QR اللي موجود عندكم وأتمنى لكم التوفيق ترجمة نانسي قنقر